موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد بالنسبة للفيديو ديال اليوم انشارك معاكم واحد النهار اللي كنت حضرت فيها كبعض الاشياء فيها افكار وحية اللي ممكن تفيدكم كذلك اشياء اللي ممكن تحضروها لشهر رمضان المبارك انا عارفة ما بقيش بزار تقريبا النهار اولا يوميين مهم الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية وباش ما تمنيته يا ربي وانتمنى انكم تكونوا وجدين بالنسبة للتخمال ديال الدار تكونوا ساليتو وكذلك تكونوا وجدين نفسيا وروحانيا باش تستقبلوا هاد الشهر الفضيل انا من الناس اللي كيعجبني شهر رمضان الكريم بزاف بزاف كنكون مرتاحة فيه نفسيا كتر من شهر اخرين فهذا بغى نشارك معاكم بزاف ديال الاشياء اللي ممكن تفيدكم وانا هادو كنتحضرتهم مش حال هادي صراحة وما كانش يعني عندي الوقت انني نشاركهم معاكم وهادو ممكن تحضروهم حساب شكل يومي ماشي غير شهر رمضان المبارك تاخدوا منهم افكار فهلا كان يهمكم الفيديو قوا معايا وتبعوا الفيديو الاخر اول حاجة غدي ناخدو الجزر غدي نحكوه ونحتفظو به في المجمد فانا الجزر شمرات كناخد كمية كبيرة كيكونو داين جوج ديال اكياس ديال الجزر بزمن يعني ارخيص بزاف وشمرات كيكون طالع يعني الى حسب ففاش كيكون نرخيص كناخد هاكا جوج اكياس ولكن يعني ما كان نخليش كلو هاكا كفراش كان خاول النين شوية ناخدو ونقشرو بحال هاكا يم كان سلقو كما الطريق الي كنت شاركتها معاكمشت نشهل حطلقم nasıl وله هذا الطريق الي مشاركتها رمضان الممكن انكم تحكوه في الحكاككة وتحتفظة به في الموجمد بتستعملوه في الحشوات وفي العصائر يعني في العاصر ممكن تستعملوه في العاصر ديالبرتقال يعني ديروا غال العصر ديالبرتقال وزيدو معه الجزر كي ي lingeringIGHي عاصر ديال زمن ديال شحال هادي او لا ممكن في الحشوات تجبدو تلقاوه واجد مهم حيتلو داك القشر ديالو اللي الفوق مبعد غسلتو مزيان مزيان ومبعد جبتو غادي نحكو فهاد الحكاكة هادي مهم اي حكاكة تكون عندكم انا هادي سبق لي وخديتها من موقع بانجود صراحة صلقتلي رائعة فيها عدة تقاطع اللي ممكن تبدلو بهم اما تقطعو البطاطة طويلة او لا مهم باي شكل بغيتو وهادي كتقطعو بواحد شكل زوين بساف فمهم غادي نحكو كوشي هاد الجزار اللي اندي انا ما استعملش قاعد يكلب اكياس عملت غير نصف ديالو ومبعد غادي ناخدوه ونحتفض بيه في اكياس بلاستيكيان حاول انني نفرغ منهم الهواء جيدا وتحتفضو بهم في المجمد مقتشم ما بايشو تحضروشي حوشوا سوال البطبوت او لا البريوات او لا الغايف اي حاجة تلقاو عندكم الجزار موجود او لا خصوصا العصائر انك تستعملوه بزف العصير مع البرتقال كيجي رائع وكتكون فيه فوائد زوينه اكيد يعني ما كينش بحل حاجة الفريش ولكن هاد الاشياء ممكن تسهل العملية بزف على بنسبة الناس لموضفات او لما عندهم شوقت وكيتبقى كل واحدة ورأي ديالها كيلي كتفضل دير هاد الاشياء كيلي ما كتبغيش كل واحد كيبقى على حسب الرأي ديالو موسيقى مبعد ما ادرسها في اكياس حاولت انني نفرغ جيدا الهواء مبعد جبتها كواحد العلبة بحال هاكا ودي نحاول انني نستفل اكياس بهذا الشكل هادا هادي كتبقى كحيلة او فكرة باش هاكا تبقى عندكم منظمة في المجمد ديالكم وكتبقى كل واحدة على حسب المجمد ديالها اللي عندها فيه مساحة تدير علب ما عندهاش مساحة ممكن تحطوه مغي بحال هاكاك كذلك البنات نفس طريقة ممكن تديروه حتى القرعاء القرع الاخضر حتى هو كنتستعملوه بزف الحشوات إلا كان عندكم وخفتوه لا يخسر لكم ممكن تحكوه بحال هاكا في الحكاكا وتحتفظو به حتى هو بنفس طريقة ديال الجزر في بلاستيكات وتديروه في المجمد ما كيوقع لوا تيشي حاجة هادا استعملوه خصوصا في الحشوات يعني فصف في مهم هادي كتبقى كفكرة إلا بقتلكم مثلا شي حبة ديال القرعاء مكتوش هادي تستعملوها وخفتو عليها لا تخسر لكم في تلاجة ممكن تديروها بهذه الطريقة تحكوها وتحتفظو بها في المجمد تنفعكم هاكا في الحشوات كذلك فكرة أخرى البنات بالنسبة للمعدنوس فأنا سبق لي شاركت معاكم كيفاش تحتفظو بالمعدنوس لقصبر الى غير ذلك دبا واحد الفكرة أخرى اللي عجبتني بثاف هو أنكم تاخدو هاد القريعات هادو الخاصة بالعطرية أنا هادو كنشرب فيهم العطرية بحال مثلا وريت لكم هادي اللي فيها كنشرب فيها التوم اللي كتاخدوها كتغسلوها مزيان كتحيدو لهذا كل ساقلي فيها او لمهم على حسابكم بعد كتنشفوها مزيان مزيان وكتاخدو المعدنوس اللي هو مقطع اكيد كونو غسلتوه نشفتوه وقطعتوه وتاخدوه كتو وضعوها هاكا في العلبة الداخل وهذه البنات ستحتفظو بها في المجمد وقتا شما بغيتو تديرو شوية المعدنوس تجبدوها كتلقاوها عندكم هاكا كمفرتت على البعضيات وتقدرو غيت تضربو هاكا شوية العلبة ويخرج لكم مفرتت زوين بزاف هالطريقة صراحة عملية وزوينة عجباتني خصوصا ان هاد العلبة عندها واحد لحلة سبيسيال بحالها كايني كتتحل وكتجيك سهلة انك تخويف اي حشوة بغيتي او لفطاجين او لأي حاجة بيتي تديري بحال مثلا هنا غنوريكم فتجاج مثلا خرجتها بالمجمد كتكون بحالها كامفرتكي مجتوه صراحة هاد الفكرة عملية ورائعا تمنى انها تحجبكم انا صراحة نفعتني احبيت انني يشاركها معاكم دابا البناتق هنشارك معاكم بيتزا بنسبة البيتزا بتاخدوا زلافة دقيق الابيض مع نصف زلافة ديال الفينو او السميدة النعيمة عندي ملعقة كبيرة مملوءة ديال الزبدة عندي ملعقة كبيرة ديال الزعطر عندي تقريبا ثلاثة دلمعي القاتل ديال زيت الزيتون عندي شوية ديال السكر مع شوية ديال الملحة غير شوية من كتروش وعندي ملعقة كبيرة ديال الخميرة الحلويات ممكن تعودوها بملعقة صغيرة ديال الخميرة العجين كي توجد هذه المكونات اللي هاد انستعمل في هاد عجينة البيتزا تجي رائعا مهم هنتم معايا تشوفو تتمه وضع جميع المكونات ثم نخلط زبدة وضيف بالتدريج الماء الدافئ يمكنك عود الماء الدافئ بالحليب الدافئ يمكنك استخدام الماء الدافئ تجميع العجين نضيف التدريج الماء الدافئ ترتاح شي شوية و بعد ما ارتحت تقريب ان خليتها غير 1 ربوع ساعة رتحت شي شوية المهم بعد بقي تكررها كفل فينو او السميد الناعم و هادي نجيب العجينة قسمتها الى نصفين البنات ترتغي نصف اول باش نسرحها يعني تسهل عليها العملية نسرحها فوق من سطح العمل لا تجينيش يعني عجينة كبيرة بعد بعد غدي نجيب الميد لك و غدي نبقى بمساعدة هذا الفينو او السميد الناعم نبدأ كنرش و نسرحها كاف العجين اللي عندي بهذا الشكل هذا مهم بالنسبة للسمك البنات تديروه كما بغيتو انا مثلا كنبغي البيتزا رقيقة بززا كتعجبني بززا مهم كتعجبني البيتزا اللي رقيقة ما كتعجبنيش البيتزا الامريكي اللي كتكون العجينة ديالها غليدة صبح الله ما كتعجبنيش بهاد الشكل هذا و نجيب وقتاعة دائرية او المهم اللي عندكم وتقطعوها بهذا الشكل هذا موسيقى 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 سوف ينخذهم هكا في واحد صينية و نبدأ نستفهم حدا بدياتهم حتى يجي الوقت باش نطيبهم انا صراحة غنطيبهم غيف المقلات يعني النص طيبة باش هكا نحتفظ بهم في المجمد المهم إذا ما بيتوا تدرونهم في الفرن ندرهم في صينية لدخل الفرن و ستدخلوهم على درجة حرارة ميو سبعين درجة يطيبو غين سطياب يعني بقوعد بويد وتحيدوهم أنا شخصيا نطيبهم في مقلات هكا على نار هادئة و نخليهم يطيبون سطياب من الجهتين ممكن انكم دروهم محسب الحجم الكبير دروها كواحد الصحن و تقطعوها على شكل دائرة و طيبوها بنفس طريقة في المقلات و سوف يكون هذا الشكل بعد ما كملتهم و نضعهم هكا بردو و هنا هذي النهار المهم قررت ندير هذي اللي كبيرة و صيبت هالوليداتي هكا يأكلوها باش نوريكم كيفاش ممكن انكم دروه بيزا غيف المقلات هنا مهم بعد درت فوق منها هكا السلسل خاصة بالبيزا ضفت فوق منها هكا السلسل خاصة بالبيزا ضفت فوق منها شوية ديالجبن غيف المقلات فوق من النار هادئة بعد ضفت شوية ديالبصل شوية ديال الفلفل هكا ممكن انهم يكونوا يعني بسوطين او لاغيها كاك و غادي نضيف الجبن و غادي نغطي عليها المقلات هكا البضعة الثواني غي يدوب هذي الجبن ممكن ضفت فوق واحد الرشة ديالزعتر كيبقى لكم الاختيار كي يجادوا شكل ديالها بد ما يدب هذي الجبن كتجي صراحة رائعة كي يجبن انا بالنسبة للاخرين فانا غادي نجمعهم لان انا حتى في رمضان بنتي ركو عرف المدارس كي يكونوا عد مهم كي يقرأ وبنتي كتقرأ ضروري ما كنديل لها كل نهار الاكل اللي كتاخدو معها فهذ الاشياء اللي كنحضرهم ممكن ينفعوني حتى البنتي يعني نقدرناخد شوش حباتها كاويلة ثلاثة بيزا نعمرهم لها الصباح ندلها فيهم الخضروات والجبن والصوص وصفي وهاهو ما عندي الأكلة ديالها واجدة كذلك بالنسبة للاشياء كلهم اللي كنت حضرتهم معاكم شحال هذي يعني مثلا لبرونشيت ديال الجاج كلهم كينفعوا مهم انا شخصيا هادشي كينفعني صراحة فكما اشتو مهم هنا اخديت البلاستيك الغدائي وبديت نوضع الكيمية مثلا اللي غادي نحتاجها باش نحطها في الطاويلة بحال هكا يعني كنديرهم وحدة فوق من وحدة وكما اشتو انا جوني ارقاق لان انا بغيت ارقاقهم بويتو تديروهم غلط على حسابكم وصفي وغادي نبعد نديرهم في واحد الكيس بلاستيكي ونحتفظ بهم في المجمد وده بغا نحضر معاكم البريوات ديال السمك هنا عندي شوية ديال القمرون او الكروفيت اللي مقشر بطبعه الحال عندي هنا شوية ديال الصول اللي ما فيه الشوك يعني اي نوعية ديال الحوت متكنش فيها الشوك تاخدوها كده مغصو وكذلك هتنحتاج شعرية صينية اللي انا نسلقتها في شوية ديال الماء غيش شوية عندي هنا يباصلة كبيرة مقطعه الى مربعات صغيرة عندي شوية ديال الحمض المسير مقطع شوية ديال القصبر ومعد نص مقطعين كذلك شوية ديال صويا سوس بنسبة التوابل لدي نحتاج هالم الحال فلفل الاسود شوية ديال تمبودرة وشوية ديال بابريكا عندي واحد الفص ديال تماء محكوك وعندي ملعقة صغيرة ديال لاصوس تمات ونصف ملعقة صغيرة ديال الهريصة او للحار فصفي انا هدو ما الاشياء اللي غادي نستعمل ممكن تضيفو حتى الخضروات هدو المجمدين اللي سبقلي شاركتهم معاكم في اول فيديو ممكن تجبدوهم وتضيفوهم حتى هما كي اعطوا مضاق رائع ممكن تضيفو الفلافل في الالوان او للفلفل الاخضر او الاحمر تواكي اعطوا مضاق كذلك ممكن اضافة لشامبينيون كيبقى لكم الاختيار انا درت هاد شي اللي متوفر عندي مهم توما ممكن تضيفو الاضافات اللي بغيتو انا اقضوا توابل والثومة والماء والسلسة والصويا والحامض المصير ونطفع لهم زيت الزيتون ونخلطهم باش نحصلها كاعله شرمولة او التبيلة اللي هنبدن تبلبيها الحوت وكذلك البصل مهم غادي نبقى ناخد غادي تشوفو معايا وكما اشتوب بهالي الحوت اللي عندي اللي هو الصول غادي ناخدوه ونحاول انني نشربوه بزيان هدو السلسة ناخد غي شوية من السلسة نضع ملعقة الزبدة ملعقة صغيرة لا تكون مملوئة نتركها شوية الدوب نضع القمرون أو الكروفيت نضع ملعقة ملعقة كبيرة للماء نحرك على نار عالي ونضع قليل بضعة دقائق نضع ملعقة صفايا بأي صوص ثم نضع ملعقة الزبدة نضع خلال ملعقة ملعقة نضع ملعقة ملعقة لأسفارة نضع ملعقة 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 اي حاجة عندكم متوفرة ممكن ديروها انا فقط كي موك لكم درت الاشياء اللي متوفرة عندي وصفة نخلي هي طيب ومبعد غادي نحيدو حتى هو نفتو ونديرو في الصفايا مبعد في ميقلات اخرى وضعت القليل من زيت الزيتون وغادي نشحر البصل اللي غادي نضيف له حتى هو ملعقة كبيرة بهادي كلاسوس اللي بقات لي يعني التبيلة كلها اللي بقات غادي نضيفها في هذا البصل هذا وصفة غادي نخلي حتى ينزل ومبعد غادي نتلقاو باش نشوفو تاتي ماء ديال الوصفة كم ماشتو هدا هو السامك مبعد ما طاب فتتو حاود انني ننفرتو ما نخليش بحلاكك ودرتو هكا في شبكة باش يتقطر مزيان الى فيه شي سالسا بالنسبة لهاديك البصل فانا ضفت لها هدا كشعرية يعني الصينية بعد ما قطعتها ضفتها للبصل وصفي خلط الكل مع بعضياته وضفت شوية ديال الجبن هدا المرحلة كتبقى اختيارية بالنسبة للجبن ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوهش على حسابكم انا ضفت غايشي شوية صراحة باش هكا نبقى محافظة لدك لوغو ديال السمك اللي كين في الحشوة وصفي كم ماشتو هدي الحشوة ديتنا سهلا مهلا ممكن اي واحد يحضرها فغادي ناخد الورقة الخاصة بالبريوات غادي ناخدها ما غادي لندهنها لا تشي حاجة نخليها بحال هاكا حيت بغيتهم يكونوا هاكا ناشفين ومبعد نديرهم غيف الفران فكيما اشتو هنايا غادي نحاول نوضع الحشوة ونتني بهذا الشكل هدا الموضح في الفيديو ونديرها على شكل ديسيقار ممكن نديرهم على شكل بريوات كيبقى لكم الاختيار وغادي نجيب الخليط ديال الدقيق والماء وغادي نحاول انني نصدهم يعني بطريقة المعتادة لملفينها وغادي نستمر بنفس العملية حتى نكمل جميع الحبات اللي عندي موسيقى فانا بغيت نديرهم حتى على شكل بستيلات صغار فاش بتوحت زليفة صغيرة بحال هاكا وضعت واحد الحبة ديال الورقة وضعت الحشوة في الواسط و بديت كنسد هاكا بمساعدة هذك الدقيق والماء كنسدهم مزيان وكتعتني شكل بستيلات هاكا صغيرين بهذا الشكل يعني بحجم صغير فانا بويتوا تديروا بنفس الطريقة ورقة الفيلو غين نصحكم انكم تدبليوها فهاد الوصفة هادي يعني لابوتوا تديروا بها بريوات او لدي سيجار او لها كبس طيلة صغار ممكن تديروا بها ولكن هي دبليوها حتى شهية ركو عارفين هي شيشة وضغيقة تقطع غين تديروا فيها الحشوة ممكن انها تقطع فانا نصحكم انكم دائما دبليوها تديروها على جوج موسيقى موسيقى فسفين بيت كي ما اشتو ما كملت جميل حبات اللي عندي وضعتهم هاكا فصينيا لمفرشة بورق الزبطة هادي نغطيهم بالبلاستيك الغدائي وندخلهم للمجمد المدة ديالجو السوية حتى يتجمدهم زيان عاد غادي نخرجهم باش نحتفظ بهم في اكياس موسيقى 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 هادي نجيب اكياس بلاستيكية وغادي نحتفظ بهم في المجمد وكتش ما بغيت مهم هاكا نطيبهم نجبدهم مباشرة وهما مجمدين ونوضعهم اما تضعهم في الزيت او لانا نفضل دائما طريقة صحية اللي تكون في الفرن مثلا طيبهم في الفران ادهنهم بشوية زبدة وددرهم في الفرن كي يجووا رائعين مقرمشين والدادين بزاف نتمنى ان هاد الافكار اللي عطيتكم اليوم تكون نالت ايجابكم عواشركم مباركة دخل عليكم ان شاء الله بصحة وعافية اشتركوا في هذا الشهر الكريم اشتركوا بجميع الفيديوهات اللي غادي جوا في شهر رمضان المبارك نقول لكم مع السلامة نهاركم برو نتلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة